يا اهلا بحضواتكم مرة اخرى كالعادة ضيف عزيز مميز دوما صديقي العزيز المحل الرياضي احمد نجيم مش عرفي احمد والنورة كريم حبيبي ازاي الحمد لله نبدأ من اين انا كان عندي مواضيع كتير عايز ابدأ بيها الاهلي والرجاء عايز اتكلمش على الكفة نهاب جلال عايز اتكلمش على البرامنز والمصف في الكونفدرية تعال نبدأ بالقادش النهاردة منخص كل الام اللي فات الاهلي كان اول مباراة مباراة قدام الرجاء اثنين واحد صحيح فوز في كل احوال فوز صحيح ولكن فوز مش مرضي الاهلي ضيع ضرب الجزاء الرجاء كان عنده لعب مطرود الاهلي ضيع فرص عديدة في الشوت الاول فالفوز مكانش مرضي مش مفرح كده مش مبهج بحسابات الفرصة البديلة الاهلي ضيع فوز كبير الاهلي لعب عشرين دي اهيلة الحقيقة قدام الرجاء الرجاء نزل متراجع بثلاث مدافعين مغير طريقة لعبه حاول الرجل يعمل مفاجأة ويحكم قبضته على الأمور الدفاعية ففتحت منه الرشيد توصي ففتحت منه تماما الاهلي جاب جول واثنين وضيع كتير جدا صح الاهلي اجمال المباراة من الاربعة وعشرين المحاولة على مرمى الرجاء وده رابع احسن رقم في تاريخ النادي الاهلي مع موسيماني في السناء من وقت ما جاء الاهلي عدد المحاولات ده فده رقم كبير والدام تاريخ كبير زي الرجاء بالزبط بالمناسبة الرقمين الثانين الثلاثة الرقم الثانين كان واحد منهم السناء الفات في فيتا كلاب في الدوري الأبطال برضو المباراة اتنين اتنين اللي كانت في القاهرة الشهيرة يا خبرة بيض والمطش ده كان صعب جدا والمباراة الثانين كانوا مباراة محادثين مع سيراميكا والاتحاد ان هو قدر يوصل بالعدد الكبير ده من المحاولات والفرص كمان خطيرة حقيقة الاهلي دفع تمن القرارات السيئة للعبيه أمام المرمى هم نتكلم 25 محاولة منهم 21 من جهة 18 وده رقم عظيم يعني الرجاء كان يبدو الرجاء كان بيمثل ويدافع كانش بيدافع فعليا بس انت قلت جملة دلوقتي حلوة أوشي عشان الناس كثيرا متطفش عندها وصبت تشرح القرارات السيئة اه طبع القرارات السيئة دي ممكن تبقى قرارت في بعض أصلا مش تصويب علمات ممكن يبقى في عرضية كانت في مستوى قليل خدت قرار ان انا مرر وانا كان المفروض أسدد خدت قرار ان اعمل كروس وانا كان المفروض اعمل مراوغة كان عندي فرصة دي كلمت انا اول انبالح كتير لا القرار ايا كان نوعه صح القرارات السيئة في التلت الاخير يعني لعيب الاهلي كان يعيبهم قرارات في التلت الاخير يعني بيرسي تاو هاجمة وعيدة جدا من الاهلي وضيع انفراد الانفراد ده على شنشاطه وهو وسطه مش معدول كان يقدر والمدافع بعيد عنه فكان عنده الوقت الكافي والمساحة الكافية انه يلف وسطه كويس ويحط الكرة براحته ووشه معدول ووسطه معدول فتبقى الدقة او احتمالية تسجيل الهدف احتمالية اكبر صح فهي ده المقصود بالقرارات السيئة طيب انا هنا انا هنا انا باجه اتكلم في نايس انتقدت موسيماني على هزي الان انا لو موسيماني هقولك تب انت عايز مني ايه تانش انا وصلت اللعيبة ال 24 فرصة للمرمى صحيح انت تتطلبني كمدرب بايه مطش مبارح 70% لعبين 30% مدرب يجي فين انت هتين في المهان المدرب في المهان المدرب ان انا احافظ ان اللاعبين الموجودين في الملعب يبقوا مناسبين للاسلوب اللي انا بتتبعه يعني انا قررت اروح للاطراف وعمل عرضيات كتير ما ينفعش قال لعدد المهاجمين صح هي دي النقطة هي دي القصة انت طلع محمد شريف وطلع ديانجو ونزل حمدي فتحي حمدي فتحي وبعدين طلع المدافع محمد عبد ميناء مرجع حمدي ينزل افشا جنب عمر السلية ولعب اربعة اربعة اتنين صريحة بواحد بس ارتكاز لهو عمر السلية يعني الاتنين كانوا قدام بعض عشان افشا يوزع الاطراف واطراف ترفع كرات عرضية بينما هو في الصندوق مفيش غير بيرسيتاو وبعد شوية وليد وبعد شوية طهر أو طهر ولي ينزل مع بعض فمفيش مهاجم اجمالا وانت بتعمل كرات عرضية فهاجب ان هو كان ايه يختار بس النوعية المناسبة يعني لو ما كانوا يتسنين مع نزل حسام حسن كانت الامور اختلفت ممكن كانت الامور كان وارد تختلف طبعا في النهاية هي كورة يعني فهي دي اللي تلوم فيها في النهاية المدرب دوره انه يبني منظومة هجومية ويبني منظومة دفاعية لكن القرارات جوه المنظومة تخص اللاعبين طبعا وماليحنا ليه طوالوقت مندور على لعبين بجودة افضل يا كريم علشان يبقى ياخد قرارات جوه المنظومة اللي الكوتش ببنيها جودتها كويسة وتساعد الفريق صح طيب مبالح قلت في بداية كلامي انه مباراة الرجاء اللي جاية على السيد محمد الخامس وهي مباراة صعبة جدا الكلام انه هيبقى فيه سبعين الف المشاجعة في ضغط الجمعيل وجمعيل الرجاء بتضغط فعلا صحيح صحيح بتشجع جامد يعني اصد الرجاء متوتر بسبب مباراة الزياب انه عنده اعتراضات تحكمية فممكن المباراة نفسها تبقى متوترة فقلت هي مش محتاجة أوفر كوتشنج يعني محتاجة طريقة سهلة وواضحة للعبين أوفر كوتشنج دي بنقولها حتى على بيب جارديولا ليس انتقادر على كتير المسلمات ايه السهل للاهل المفروض يعملوا المباراة اللي جاية عشان يضمن يعدي الضغوطات ديه ويحافظ على ان تجد الفوز اللي كان في برات الزياب اسهل حاجة تعملها انك تحط الرجاء في حجمه الطبيعة حجمه الفني الطبيعة طبعا ايه الحجم الفني الطبيعة للرجاء انك تبعارف ان الرجاء هو اللي هيطارد الجيم هو اللي هيجري وانه لازم الرجاء يسجل هدف يا لو نزلنا وخرجنا بالصفر صفر الرجاء برا فالرجاء هو اللي عايز سجل هدف فانت لازم اسهل حاجة انك تلعب بطريقة متزنة وتفتحش خطوتك وما تتغطش على الرجاء عالي فبعندك مسحك كبيرة في ظهرك فالرجاء يقدر عن طريق السرعات سواء الرجل أفريقي حميد احداد يستغلوها ولا انك تتحفز وتبالغ في الدفاع فتقتل اي فرصة ليك في التحولات لازم اسهل حاجة الاهل يعملوا اللي لعب جيم متزن ما بين الدفاع والهجوم بحيث انه استدرج الرجاء وبالتالي يقع فيه مسحات في ظهرهم وكلهم مدافع الرجاء كلهم عندهم بطء في التحولات وبطء في الترنات نتيجة انهم قوامهم الجثماني كبير قوي كلهم طوال وعراض ما شاء الله فعندهم مشكلة في الترنات فعندهم مشكلة كبيرة فان الاهل يقدر يبغيتهم بالتحولات دي اصل حاجة الاهل يعملها كلما هدف الرجاء الاول اتأخر كلما الجمهور بقى ضغطة على لعابة الرجاء اكتر منه لعابة النادي الاهلي وكلما الرجاء اتحطوا في مواقف فنية يبدون فيها عاجزين الجمهور هيزوم عليهم فاللعاب هتبدأ تفقد صبرها هم قردين يازلين بضغوط زودت ضغوط على الرجاء مباراة الزهاب ومباراة العودة في الناحيتين ان شاء الله ما عرفش علي معلول هيلعب لمباراة العودة لسه موقف الاسابة غير واضح علي معلول كان مؤثر جدا مغيابه في المباراة الاولى بتكلم في النواحي الجماعة وده بل انك اخترت البديل الاسوأ مش البديل الافضل ايمن اشرف مش البديل في مباراة على ملعبك انت محتاج فيها ترسل اكبر كم العرضيات الاسوأ بالمعنى ده الاسوأ فنيا الغير مناسب الاسوأ والافضل هنا هل هو مناسب للمباراة يعني ايمن هو مناسب جدا في المباراة اللي جاي على فكر مش كريم فؤاد لكن يوم مباراة المباراة الاولى مباراة الزهب اول مباراة كان دايما كريم فؤاد هو اللي لازم يكون موجود في ناحية الشمال تأثير الهجومي كان ممكن تأثيره طبعا كان تأثيره الهجومي مكنش واضح خالص ده الاهل انا عرف ان انت مباراة تتفرج على مباراة البرامنز وفيه مرائبة كده مراقبة مش عايزة اقول حاجة تانية بس هي مراقبة من الناس للكابتن اعاب جلال انت هتنجح مع بيرامدز وصعادهم للدور القادم هتعدي مازينبي ولا مش هتعدي عشان نقول اللي الراجل ده ناجح ولا مش ناجح وكأن المباراة دي اللي هتحكم على مصير الكابتن اعاب جلال كله مش عارف الرابط اصلا ليه يعني الرابط اصلا خاطئ تماما المباراة كيتعاملة ازاي عشان بس اللي اقول نفهم الناس انت عادوا للسلب ده حصل ازاي شرط اول هايل لبيرامدز سيطر فيه على المباراة تماما مازينبي طول الوقت بلعب تحت الكرة في تلتة ملعبه مش في نص ملعبه في تلتة ملعبه بيرامدز كابتن هاب يعتمد على الراجل لكاي انه هو مهاجم بيخرج برا الصندوق بيفضل المساحات لعبدالله السعيد وابراهيم عادل اللي كان دايما وابراهيم موجود في مركز المهاجم مع تكمل البقرق التمانيتين وليد الكارتي وبلاتاتوري هم اللي كانوا بيعملوا دور الصناقة مع عبدالله والتركيز كله على إبراهيم ثم التحول المفاجئ للاكاي من خارج التمنتاشر للسندوق في المناطق الخالية من المدفعين بيرامدز اهدر فرص كتير جدا عمر جابر الزاهير الايمن انفراد من السكس يارده والجول نام على الارضة حطها في جسمه إبراهيم عادل بعد تلتة اربع مراوغات وانفرده في الستة يارده حطها في الايم غير عديد من الكرات قرارات سيئة تزيد من جوة التمنتاشر خارج البرواس تماما فبرده كان فيه شوية تقارات لكن هجوميا كان عندك منظومة جيدة قوي للأسف مع التبديلات مستوى الفريقين خفط في الشوت تاني ومازمبي فرد خطوطه قرر يضغط أعلى علشان يمنع بيرامدز ان يوصل عنده ويشكل خطورة دي الرجل كوتش بيرامدز كوتش مازمبي اتعامل في الشوت تاني بشكل أفضل فقدر انه يقدم أداء دفاعي منضبط أكتر ويقلل خطورة بيرامدز عليك الشوت قالك البرامدز التاني كان لمازمبي وبالتالي التعادل السلبي كان بحسابات الأداء نتيجة عادلة بحسابات الفرص بيرامدز كان يستحق المكسب وإن كان خروجه بشباك نظيفة دايما في النوك آوت يخلي كل الحسابات مفتوحة في برات العودة وبرامدز قادر على التسجيل فراته قادر في وجود لعبين زي إبراهيم عادل زي إسلام عيسى لو رمضان احتمال يعود لأنه في كلام كبير يعود لكاي نفسه فخر لكاي الفروت الجنوب أفريقي لو فخر الدين من يوسف يبقى متاح كل دول لعبين كبار وخبرات وسرعات فهيبقى عندهم الحياء والكارتي في التحولات والتمرير هيبقى عبرهم إذا عنده فرصة كويسة في التسجيل لأن مازمبي مش مازمبي بتاع الخمس ست سنين اللي فاتوا نسخة ما هياش أفضل حاجة في فريق مازمبي يعني ده ياخدني لكابتن إعاب جلال نفسه طبعا المدير الفني المنتخب مصر أول سؤال بيتسئل دايما كابتن إعاب جلال من المدربين اللي بتحفظ صحيح اللي ليه طريقة لعب خاصة جدا صحيح مش من المدربين اللي هو هات أي لعب وخش يلعب 4-2-3-1 أو 4-3-3 مش هللعب الكرة السهلة مش الكرة السهلة لا له طريقته الخاصة صحيح مش طريقته الخاصة عالميا يعني بس طريقته الخاصة في الكرة المصري مش كل اللعبين بلعبه زي أو كل المدربين بلعبه زي الكابتن إعاب جلال طيب مع منتخب مصر واللغتي مش مع فريق مع منتخب مصر مش بعنده هذي الفترة من التحفيز صحيح من انك تخلي اللعبه زي بلغة الكرة كده يشربه طريقتك يعني هنعمل ايه بصراحة بأكلمك بصراحة شديدة أشد المؤجبين بقرار تعيين الكابتن إعاب جلال لو على المستوى المصري أنا قلت رأي بلك أنا كنت بفضل المدرب عجنبي ده رأيي صحيح بس لو من الكلام عام داري المصري فكرة تلعب جلال أنا في رأي عايد هذا القرار بس الآن برضو من الجزئية داية صحيح طمني طمني قولي نعمل ايه هو الراجل عنده حبيب البيضية طبعا هو بالتأكيد عارف الكلام ده هو عارف ان الكرة بتحتاج وقت عشان اللعبين يهدموها ويحفظوها ويشربوها كده ودايما هو عنده جزء كبير بيبقى نظري بيقعد مع اللعبين بشكل نظر يحفظوهم الكامل طبعا معسكرات المنتخب دي فترتها الزمنية ومش كبيرة خالص هنعمل ايه هنيجي نضعف محاضرات نظرية ونسيب التطبيق في الملعب مش هيحصل هو الراجل اول قرار اتخذه يعني او تم مناقشته انه هو يوسع قاعدة اختيار المنتخب يعني هو في 50-60 لعب في مصر العشرين اللي هينضموا في الاخر هيبقوا من جواهم مش هتلاعوا براهم 20-25-30 حتى في المعسكرات اما تصفيهم هيبقوا من جواهة 50-60 اللعب دول كل مركز هناخد من 5-6 لعبين حسن حتى يبقى عندنا الاول والتاني والتالت لغاية الرابع او الخامس وبعدين اللعبين دول خلال مباراة الدورة يتم متابعتهم بشكل دقيق هيتم التواصل معهم بشكل مستمر من الجهاز الفني المنتخب ومحلي الأداء توجيههم بما لا يتعارض مع أجهزتهم الفنية طبعا كما من اللي احترام لأجهزتهم الفنية بالتعاون بالتعاون بالزبط كده وجهة نظره وجهة نظره فأداءهم بما لا يتعارض مع أنديتهم ثم ممكن يكون في محاضرات نظرية او محاضرات فيديو اللعبين دول خارج تدريبهم مع فرقهم يعني مثلا على سبيل المسائل النادي الآلي بتمرنوا الصبح فيه تمانية تسعة في القوام الأساسي في قوام منتخب مصر قوام الخمسين اللعب من النادي الآلي فكابتن اهاب يقدر ان هو يجتمع معهم في مركز المنتخبات اللي موجود في مشروع الهدف او في اتحاد الكورة او ايا كان يقدر يقولون بعض الافكار النظرية وينقشهم في بعض الافكار اللي بيحاولي يطبعها في المنتخبات اللي بتفاهمني معلومة او بتقول بيتوضح لي حاجة ده دي طريق التفكير الكابتن العب جايب بالزبط مش هيخدهم يدربوا عشان ناسبر لدو ما تدخل مش اولك ايه احنا لعيبت النادي الاهلي ولا عيبت نادي الزمان كتدربوا الصبح هيخدهم الكابتن العب جايب يدربهم بالليل لا هممكن يقضوا مهم قاعدة بالليل كده هيزوم على عشرين اتكلم معهم في افكار النظرية عشان النظرية دي نقطة مهمة جدا كمان الناس بتفتكر في النهاية اللي بتطبق في ملعب لازم يكون اللاعبين فاهمينه نظريا انا مش هنزل النظرية والتطبيق عمرك ما اتطبق كويس لو النظرية غايبة عنك او معلوماتك عنها مش كافية او مش متوفرة تعافق ميزة الكابتن العب جلال وانا شفت قبل كده تدريبات للكابتن العب جلال هو راجل منظم جدا جدا وبيعمل كل حاجة بنفسه صحيح ويحط بقى تحت بيعمل كل حاجة بنفسه دي الف خط صحيح انه في مدربين او مدربين فنيين المدربين المساعدين للكابتن العب جلال هيبقى ليهم دور وهيساعدوه بس هو من نفسه بيحط الوحدات التدريبية هو من نفسه بيعمل التدريبات هو من نفسه بيفكر هو من نفسه بيحط الامور كلها فدي هتبقى ميزة عظيم صحيح يديهم الحاجات المهمة جدا طيب طريقة لعب بقى الكابتن عب جلال نفسها هو راجل من المدربين اللي بيبنوا اللعب بشكل كويس على الأرض له يعني لو حطينا المدربين نوعية هجومية ونوعية دفاعية فهو ممكن يتحط للنوعية الهجومية انا مش مع فكرة انه الفصل احنا مش مع ده ولكن ولكن أغلب استحوازه عكورة في نص ملعب المنافسة فعلشان كده احنا بنصنفه انه في نص ملعب الهجومي فبالتالي يبقى مدرب أفكاره أقرب للهجوم بالزبط كده ده ليه تمن التمن ايه؟ انك انت تفاجأ عن المنتخب ممكن تفرح انك بتكسب نتائج كبيرة جدا في مباريات كبيرة جدا وتقول احنا المنتخب اختلف تماما عن مثلا كوبر أو كالوس كروش بس تمنه ان انت ممكن برضو في مباريات أخرى يخش فيك 3-4 أهداف هل نتحمل بقى هذه الأمور كمنتخب مصر؟ المهم بالنسبالي ان انا شوف كرة منضبطة يعني ايه كرة منضبطة؟ اشانا الحلوة ووحشة ده كلمة مططقة أو الطرح ايه الكرة المنضبطة؟ الكرة اللي قيمة على أساسيات ومبادئ يعني ما تقولش انا هستحوذ ولاقيك مسك كرة بي اتنين لعيبوا عمالت بصيها صح لا معنى تستحوذ ان لعيبتك يقفوا في الملعب بشكل ما يبقى فيه دايما طول الوقت فيه زواية تمرير فيه لعيبين بتحركوا بدون كرة علشان يدول زميلهم حلول للتمرير فتفضل الكرة في رجلينا وبنتحرك طول الوقت وفي نفس الوقت فيه لعيبين تانين بيتوجدوا في مساحتهم بفك دفاع المنافس عشان يقدر امرر لمجموعة الهجوم واخلق فرص للتهديف هو دا الاستحواذ لما تمسك اتنين سنتر بكين بيبصل بعض فتطلع انت استحواذك 60% او 55% يتقول انا استحوذت لا دا اسمه استحواذ سلبي ما بيقدمش اي اضافة في الكرة الحقيقة صح طب دا ليه مخاطر وليه اختها اه ليه مخاطر انه بتطلب اكبر عدد ممكن من لعبين يكونوا قريبين وفي خطوط قريبة من بعض ويقدروا يشكلوا يونت زي ما بيقولوا كده او واحدة واحدة يقدر نمرر فيها فلما منطلع كلنا بالكرة فوق او في نصف لعب منافس ازاي اتطلب ان السنتر بكات وخط الدفاع وكلهم يكونوا قريبين فبالتالي المساحات في ظهرنا او ما بيننا وبين حرس المرمى بتقعها جبيرة ففي فرصة جبيرة للتحولات للمنافسين كابتالهاب ازاي تغلب على دا وازاي يحفظ دا وازاي يخلي لعبته يعرفوا الوقت ما يخسروا الكرة ازاي يضغطوا في مكانهم او مجرد ما يضغطوا فيمنوع الفريق التاني انه يوصل بأقل عدد ممكن من اللمسات او في أقل وقت ممكن لمرمى هي دي بقى النقطة صح فيه تكلية الكرة دي لها تمن وعشان كده كان مدربين سابقين ما بقدرواش يلعبوها لانهما شايفين ان امكانات الافراد في خط الخلفي او خط الدفاع منتخب مصر ما تستحملش ان انا استحوذ ويتلاعب عليها تحولات مش هقدراجري ورا المهاجم ورا الافرق ورا المهاجمي الافرق عشان كده كنت من كم يوم بدي مثل بليفربول اربعة تاعة ثلاثة وبيضغط على المنافس ضغط عالي بس هو برضو عنده بانضايك يعني فاهم كده كده حتى لو انت بدضغط الكرة ممكن تخرج منك مش شرط هتستخلص طويلوقت مهم لما هتخرج منك تعرف تلحقها ادي ليه هتعطل المنافس ازاي بنوصل لمرمك لحد ما انت تحولك الدفاع ده يتحول لتنظيم دفاعي لحد ما لعبتك يرجعوا ويستردوا اماكنهم والتحول لتنظيم دفاعي شالنج كبير وتحدي كبير قدام كابتن اهاب كلنا ثقة فيه واندعموا ويعني ان شاء الله خير ان شاء الله نجيب شرفت ونورتك العدامة ببساعد وجودك معي شركة تخير دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكونوا استمتعتوا معنا